اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي ربما في هذه الحلقة والحلقة التي تليها سنتحدث عن موضوع مترابط مع بعضه وليتعلق بحديث لأحد زعماء ما يسمى بمينشيات الحجد الشعبي قبل أيام خرج علينا بوسائل التواصل الاجتماعي في فيديو نشره كثيرا ظهر بهذا التحدث عنه اللي هو أحد زعماء الميليشيات الحجد الشعبي وتحدث عن أسئلة توجه إليه وهو يجيب عليها لا أعرف من يعني من يوجه إليه الأسئلة لكنه هو واضح أن هناك أسئلة وهو يجيب عليها فكان يجيب على أحد الأسئلة وتحدث عن الحجد عن هذه الميليشيات فقال كلاما يعني عليهم على الكل أن يدركوا ما هو التفكير وراء قيام مثل هذه الميليشيات ولماذا قامت ولماذا هي متمسكة بكل شيء وتريد أن تهيمن على كل شيء قال أن الحشد هو الدولة اختصر كل الدولة العراقية بعنوان واحد هو الحشد هكذا قالها وأضاف عليها الذي يقول يتكلم مع الناس الذي يقول نريد الدولة فالحشد هو الدولة إذن هو له رؤية تعبر عنها اللي هي رؤية الحشد رؤية هذه الميليشيات رؤيتها استراتيجيتها تقول أن الدولة هي وأن من يتحدث عن الدولة يجب أن يتحدث عن الميليشيات هذه الحشد ومن يريد شيئا يذهب إلى الحشد الدولة تعني الحشد تعني هذه الميليشيات لا تقول لرئاسة وزراء ولا تقول لحكومة ولا تقول لبرلمان ولا تقول لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية لا ولا تقول لوزارة التجارة واقتصاد ومعرف منه وهندسة وبناء واسكان أبدا ماكو أكو شيء اسم الحشد وهذا الموضوع نفسه بالضبط ما يطبق في إيران من يبحث عن إيران يقول الحرس الثوري من يريد الدولة الإيرانية عليه أن يقول من يريد الدولة عليه أن يقول الحرس الثوري والحرس الثوري في إيران هو إيران لذلك هم أسسوا هذا الحشد هذه الميليشيات لكي تكون هي الدولة هكذا قال يعني لا سياسة وهو قال أيضا قال لا سياسة يمكن أن تؤثر علينا بمعنى أنه مهما كانت السياسة إذا كانت تناسب ويانة أو نقبل بها فنعديها، نمشيها وإن لم تعجبنا فلا يمكن أن تمر فما يريده الحشد هو السياسة يعني ما يقرر سياسة العراق وتوجهاته ثقافته، اقتصاده، سياسته، مجتمعه تطلعات نوايا أهدافه هو الحشد هكذا هو قالها بشكل صريح وهذا الكلام طبعاً لم يرد على الإنسان فقط يرد على الإنسان الخزعلي والعامري وغيره كثيرين لكن هذا كذا بشكل واضح قال إن الحشد هو الدولة، نحن الدولة والذي يقول نريد دولة فالحشد هو الدولة هكذا قالها يعني لا لا حد يحكي أنه فتوى وكذا انتهت القضية لا حد يحكي أنه فتوى اللي أصدرها السستاني وقال روحوا على الإرهاب وقاتلوا الإرهاب وانتوا على مدى الإرهاب لا، وهما قالوا انتهى الإرهاب لكن الحشد لن ينتهي وبالتالي عندما تعود إلى تفاصيل ما حدثه وتراجع كل النقاط ستجد أن خطوة تأسيس الحشد كانت معدة ومحطوطة على الطاولة وكانوا ينتظرون قرارا معينا يصدر أو وضعا معيرا يحصل لكي يعلنوا عنها وهو ما حصل حصلت الموصل وكيف حصلت لأحد يعرف وهم يعرفون وجرى تأسيس الميليشيات الجمعات بهذا الشكل وقبل أيام أيضا خلال هذا الحديث كان ومعا في يوم استعراض الجيش في ذكرى 103 لتأسيس الجيش العراقي ونحدث عن هذا الجيش وهو جيش عراقي أم جيش جديد وهو جيش جديد ما لا علاقة بالعراق المهم فبغض النظر عن هذا الحديث لكن في نفس الوقت كان تجري مناورة بحرية إيرانية ويشترك بها الحشد طبعا رئيس الوزراء القادر عام قوات المسلحة كان في الاستعراض استعراض الجيش استعرض وفيه كراديس من الكردوس أو مجموعة من الحشد الشعبي حشد هذه الميليشيات لا يعرفون حتى طريقة المشي السير العسكري المهم بغض النظر عن هذا الموضوع كانوا موجودين لكن لم يحدثنا القادة العام القوات المسلحة أن هناك مناورة وأن هناك جزء من قواته إذا كانوا هم تابعين لأمر القادة العام القوات المسلحة هم جهة تابعة للقوات الأمنية والعسكرية هم جزء منها وليسوا خارجها وهم يأخذون ميزانيتهم وتخصيصاتهم وأسلحاتهم أو عمرهم يقولون نأخذها كل من الحكومة فكيف يشترك؟ يشترك تشترك هذه الميليشيات في مناورات إيرانية ويرفع فيها العالم الإيراني فقط ولا يرفع فيها العالم العراقي وطبعا رفع عام فلسطين هذه الدعاية فقط لكي يقولوا نحن نساند فلسطين وإحنا مع فلسطين وهذه قضية أخرى لكن العالم العراقي لم يرفع وكانت هذه الميليشيات لديها ناس يصورون ويتباهون بهذا المناورة البحرية ولم نسمع من القادة العام القوات المسلحة لهو القائد الأعلى لهم جميعا مفروض أي حديث عن هذا الموضوع وإشارة إليه لا من قريب ولا من بعيد وهذا ما يعني الأمريكان في قصفهم للميليشيات وقصف الميليشيات لهم في أحد بياناتهم يقولون أن هؤلاء عندما يضربون القواعد اللي موجود بيها القوات الأمريكية يقولون نحن مقاوما عندما نستهدفهم يقولون نحن والحكومة معهم يقولون نحن حشد وجزء من القوى الأمنية فكيف يمكن أن تعتدوا على القوى الأمنية هناك التباس هناك أدوار متعددة والحقيقة أن تأسيس هذه الميليشيات تحته مضلت ما يسمى بالحشد الشعبي لمها بهذا الشكل هو بداية لإعلان أو هو إعلان لتأسيس الحرس الثوري العراقي لأنه يماثل ويتماثل بالحلس الثوري الإيراني 100% ويتبع خطواته يتبع عوامره وهو من يوجهه وهذا واقع الحال وهذا قلناه ونقوله أكثر من مرة والناس تعرفه وما قاله هذا المسؤول أو هذا القيادي في هذه الميليشيات عن أن الحشد هو الدولة والذي يقول نريد الدولة فالحشد هو الدولة يقصد أن هذه الميليشيات هي المتحكمة بكل شيء يعني هي من تأتي برئيس الوزراء هي من تعين الوزراء هي من تحدث سياسة العراق العامة سياسة الاقتصادية اجتماعها فلوسة شون توزيحها كل شيء علاقاتها توجهاتها كل شيء علاقات العراق الخارجية كلها بيد الحشد هكذا يقولون والآن هي هذه الصورة وهذا ما أراد الوصول إليه الحقيقة وقت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد انتهى أترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى نستكمل في هذا الحديث في لقطة أخرى يتحدث بها نفس هذا القيادي عن موضوع آخر له علاقة بتكوين الدولة وتكوين الجيش إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة